القوة العراقية على أبواب الموصل وذلك بعد أن استعادت قوة خاصة السيطرة على بلدة القيارة في محافظة نينة وتمهيدا لعملية واسعة النطاق لطرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الموصل وسط تحذيرات أممية من موجة نزوح لم يشهدها العالم منذ سنوات معركة الموصل المرتقبة أشعلت قبل انطلاقها الخلافات بين إقليم كردستان العراق وحكومة بغداد في تضارب واضح في الأجندة المرتبطة بالمعركة وحتى بمستقبل المدينة بالرغم من أن العدو واحد ألا وهو تنظيم داعش معركة الموصل في ظل حسابات الداخل نناقشها في هذا الجزء من المسائية يسعدنا أن نرحب هنا في يالوستوديو بالصحف والمحللة السياسية السيد عامر المساوي أهلا بك سيد موصل كما نرحب من بغداد بالسيد واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية أهلا بك سيد الهاشمي دعنا نبدأ معك مباشرة مثل ما قلنا القوات العراقية أعلنت السيطرة على مركز ناحية القيارة وكذلك على مصفاتها ما هي الأهمية أهمية هذه المنطقة بالنسبة إلى المعركة الكبرى المرتقبة وألا وهي معركة الموصل مساء الخير عليك وعلى أستاذ عامر ومشاهدين الكرام أكيد منطقة القيارة منطقة مهمة جدا منطقة استراتيجية تقع بين عقل طريق يتجه يمين نحو منطقة الحويجة لقوات العراقية أيضا وضعت خطة لعملية تحريرها كمركز قيادة وسيطرة كبير للتنظيم وأيضا ستكون قاعدة انطلاق شمامل نحو منطقة مدينة الشرقات المدينة تسبق مدينة الموصل وهناك فيها عمق وفيها قاعدة جوية من أكبر القواعد في العراق فيها مدرجين لهبوط الطائرات بمساحة 3560 متر والآخر بحدود 3596 ستكون هناك أكثر من 33 ملجأ للطائرات وأيضا ستكون غرفة عمليات كبيرة لذلك القيارة كانت منطقة مهمة وحيوية فضلا عن وجود النفط مصفى نفط ووجود مواد أخرى طبيعية لذلك ما يتحقق اليوم يعتبر إنجاز وهناك معركة قادمة ستكون في الشرقات قريبا إن شاء الله جيد سيد مسوي يعني انطلقا مما قالها الآن نعلم أن القوة العراقية يعني بعيدة بضع كيلومتر حوالي 65 كيلومتر على الموصل هل يمكن القول إن ملامح معركة الموصل بدأت تظهر جليا على أرض الواقع الآن؟ مساء الخير سيدي العزيز وإلى سيد واثق الهاشمي والمشاهدين الكرام أعتقد إن معركة الموصل بدأت ملامحها تظهر من خلال دعوة للأمم المتحدة بتوخي الحذر من مشكلة النازحين يعني طبول الحرب كانت تقرع من زمان من شهور مضت ولكن تقدم القوات العراقية الذي أضحى اليوم على مشارف مدينة الموصل وخصوصا عبور نهر ججلة من خلال السيطرة على الجسر المركزي الموجود في ناحية القيارة الذي سيسهل من نقل القوات المدرعة العراقية باتجاه شمال مدينة القيارة باتجاه الموصلة أعتقد إن المعركة من الناحية العسكرية بدأت تقترب شيئا فشيا من الناحية السياسية اليوم صدر تصريح لسيد الرئيس الوزراء يشير إلى إن الكرد ليس لديهم أطماع أو شيء من هذا القبيل إذن المعركة العسكرية أيضا بدأت تأتي كلها من خلال تصريح أيضا سبق قبل يومين أو ثلاث أيام المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي قال بأن على القوات البشمرقة أن تكون تحت سلطة الجيش العراق طيب قبل أن نغوص في هذه التفاصيل هل برأيك أن هذه المعركة التي يتم الحديث عنها جاءت في وقتها أنها جاءت متأخرة أم ماذا بالضبط؟ متأخرة أو متقدمة ليس هو هذا السؤال أعتقد أن الكل معني بأن تتحرر الموصل وأن تعود إلى أحضان الوطن لكن أعتقد أن الأمريكيين قد أجلوا موضوع الموصل إلى أن يقطفوا ثمارا سياسيا من إعادة السيطرة على الموصل أعتقد أن الحملة الانتخابية الأمريكية ليست بعيدة عن الموصل الديمقراطيون يريدون أن يسوقوا عملية إعادة السيطرة على الموصل على أنها نصر لسياساتهم وستراتيجيتهم بالاعتماد على الشركاء المحليين جيد من هنا أود أن أسأل سيد واثق الهاشمي هل يمكن القول السيد الهاشمي بأن الظروف السياسية في العراق والتفاهمات السياسية في العراق وحتى الظروف العسكرية جاهزة لحد الآن لبداية هذه المعركة الحاسمة والتي تم انتظارها منذ فترة طويلة نعم أولا سأعطيك معلومات مهمة يعني على الجانب العسكري كل الأمور كاملة وهناك أيضا دعم دولي كبير بحيث رئيس الوزراء غير وقرب ساعة الصفر لمعركة تحرير الموصل في داخل المدينة لكن هناك مشكلة كبيرة أولا المشهد السياسي العراقي المتعزم بكل جوانبه الصراع مع الإقليم الذي ينقض الاتفاق الذي يوقع بين بغداد وبين الإقليم برعاية ماكرويك نائب المبعوث الأمريكي الذي كان بموجبة تدفع الولايات المتحدة 450 مليون دولار كرواتب للبيش مارقيل مقابل أن تنصح هذه القوات تحت أمرة القادر عام القوات المسلحة لكن نشوف الكورت وتحديدا السيد مسعود نقض هذا الاتفاق فأخذوا قبل ثلاثة أيام رسالة شديدة اللهجة من الإدارة الأمريكية أعقبها قبل يوم أن القائد الجديد للقوات التحالف الدولي والقائد القوات الأمريكية رفض أن يزور أربيل بعد أنزار بغداد في رسائل أجبرت السيد مسعود على التراجع القضية الثانية موضوع النازحين واتطرقتوا لحضراتكم موضوع خطير للغاية طيب أخشى من قبل عفوا سيدي أنت تتحدث على أن الأمور كلها يعني الآن كل الأمور سواء السياسية ولكن تحدثت عن البشمرقة ألا ترى أن الخلاف هذا مع البشمرقة يمكن أن يؤثر على سيرورة هذه المعارك ونحن نعلم قوة البشمرقة خاصة في حروبهم ضد التنظيم داعش نعم أولا أتكلم عن موضوع البشمرقة ليس كل البشمرقة الآن في ظل الخلاف الكرد الكردي في ظل تمسك السيد مسعود كتلة التغيير والاتحاد الوطني متوافقة مع بغداد تماما وأمس كان هناك وفد رفيع المستوى مثل الاتحاد الوطني الموضوع بالسيد مسعود يحاود أن يصدر أزمات في سبيل أن يبقى في السلطة لكن سرعان ما يتراجع وفعلا كان هناك تراجع لكن على العموم المشهد السياسي العراقي لا يزال مشهد يؤثر بشكل بالغ على المشهد الأمني وغير متفق بالمرة فضلا عن مشاكل أخرى يعني مشكلة التحرر على الصعيد العسكري لن توجد مشكلة بها لكني أخشى ما بعد معركة الموصل من عمليات كيف أن نحقق مصالح اجتماعية هناك أطراف يعني البيشمرقة لا يقبلون أن ينسحبوا من الأراضي اللي أخذوها وقال مسعود البرزاني ما أخذه بالدم لن يعود إلى بالدم موضوع الأيزيدين المسيحيين التركومان الشيعة السنة كثير من القضايا ستكون عالقة ماذا نفعل لمليون ونصف مواطن عراقي موجودين في داخل مدينة المصر يحتاجون إلى رسائل تطمين ماذا نفعل مع شباب غسل دماغهم تنظيم داعش بمناهج دراسية كيف تدخل الجنة لذلك الموضوع يحتاج إلى موضوع نفسي ايدولوجي منشورات طرق آمنة رسائل تطمين ونعتقد للمرهيغ وصلت هذه الفكرة سيد المساوي سمعت هناك مشاكل يعني عويسة واجه هذه المعركة ما تأثيرها على أي تحرك يعني حقيقي على الأرض لتحرير الموصل يا سيدي من الناحية العسكرية كان ببقدور الجيش العراقي عادت السيطرة على الموصل قبل شهور يعني من ناحية الجاهزية كما قال السيد الأشبي من ناحية الجاهزية هناك استعداد كامل لعادة الموصل قبل شهور لكن المشكلة هي مشكلة سياسية المشكلة لم تحل سياسيا لغاية الآن وما يقوم به السيد البرزاني من تحركات وزيارته المرتقبة إلى تركيا لماذا هذا التوقيت الزيارة في تركيا يعني هناك أوراق يلعب بها عائلة السيد البرزاني للمقوف على سدة الحكم في أربيل يعني حتى الأمريكان سأموا هذا التململ الكردي الذي دائما يقابلون به المسؤولين الأمريكان الذين يزورون أربيل ولكن هم يعلمون كل العلم بأن لو لا الدعم الأمريكي لما كان لسلطة السيد البرزاني قوة على الأرض أعتقد أن المستقبل سيؤول إلى قرار موحد في بغداد وأن عملية تحرير الموصل أعتقد أنها من الناحية العسكرية ستتم وأيضا من الناحية السياسية ستكون هناك رسالة تطمين إلى هذه الأقليات المتواجدة في الموصل السيدة ليزا جراند كيف يمكن تطمين هذه الأقليات خاصة وأن هناك بعض السياسية العراقيين طالبوا بكل صراحة بالتوصل إلى اتفاق سياسي قبل بدء معركة الموصل الاتفاق السياسي قد حدث في داخل بغداد مع كل المكونات العراقية الموجودة في الموصل ما عدا الأكراد الذين يتبعون السيدة البرزاني هنا تكمن المشكلة لغاية الآن هم يمسكون ممرات آمنة لعبور النازحين في شرق الموصل المحاذية على كردستان والأمم المتحدة في تقرير لها قالت بأن أكثر من حوالي 300 إلى 400 ألف نازح يمكن أن ينزحوا من ممرات آمنة ستفتح في شرق الموصل أي باتجاه كردستان إن قامت كردستان والسيدة البرزاني بعدم التعاون أين يذهبون هؤلاء النازحين الذين سيفرون من القتال يعني هذه مشكلة عويصة هم يملكون بعضا من الأوراق التي تمكنهم على الأرض من فرض إرادات معينة لكن على حساب على حساب هؤلاء النازحين الذين سيفرون من القتال دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى وهي المتعلقة بالقضية في إطارها الإقليمي وهنا أود أن أسأل السيد واثق الهاشمي هل معركة الموصل الآن هي يعني الإعلان عن نقطة الصفر لبدأت هذه المعركة هل هي الآن بيد العراقيين وحدهم أم أن القوى العالمية لسيما الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث كذلك عن إيران نتحدث عن تركيا لها دور في هذه المعركة نعم يعني شكليا الأمر بيد القائد العام للقوات المسلحة ومن يحدث ساعة الصفر لكن أنا أعتقد اللاعب الأمريكي كقيادة التحالف الدولي هو اللاعب الأبرز في هذا الأمر وهناك اجتماعات في غرفة العامليات المشتركة هي التي حددت فيها المعطيات وكان الجانب السياسي وأتفق كثيرا مع الأستاذ عامر في أن الانتخابات الأمريكية حاسمة وأوباما يريد أن يكون هناك تحرير للموصل وإنهاء موضوع السوري قبل الانتخابات وهذا ما جاء على تصريح القائد الجديد للقوات الأمريكية يوم وأمس عندما قال سأعمل على تحرير الموصل والرقب آن واحد وفي الفترة القريبة القادمة اللاعب التركي لاعب غير مؤثر في المشهد العراقي لكن إيران أيضا سيكون لها دور جيد ماذا تقول بخصوص اللاعبين الدوليين بخصوص هذه المعركة وما تأثيرهم في تحديد نقطة الصفر لبداية هذه المعركة الولايات المتحدة اتفق مع السيدة الواثق الهاشمي هي من يلعب يعني لعبة الذكية في هذا الموضوع أعتقد أن لديهم اليد الطولة في هذا الأمر ويلعبون ورقة الدعم الجوي والدعم التسليحي للجيش العراقي الذي سيأخذ العباء الكبير يعني حتى قوات مكافحة الإرهاب تنسق تنسيقا تاما مع الأمريكيين بحيث أن هناك خط مفتوح 24 ساعة بين القطعات الموجودة على الأرض والقوات الأمريكية الموجودة على الجو تنسيق كامل يعني هناك خطوات من الناحية العسكرية وأيضا من الناحية السياسية انظر إلى الضغط السياسي الذي يواجهون به الأمريكان من يعارض سياساتهم من بعض الأكراد بالسيد البرزاني على سبيل المثال يعني طبعا إيران تلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع يعني المطالب بمشاركة الحجر الشعبي في معركة التحرير وإصرار هذه القوات على المشاركة على اعتبار أن هذه الأرض أي أرض عراقية ولا يوجد أي خطوط حمراء لأي قوات تحت سيطرة قائد العام لقوات المسلحة وهذه أيضا قوات الحجر الشعبي هي كذلك يعني هناك إصرار كبير على أن لا توضع خطوط حمراء لأي عراقي تحت سلطة القانون أن يذهب إلى هذه المعركة ويساهم بدحر التنظيم الإرهابي داعش جيد بما أننا تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة باتريوس سيد الهاشمي وسؤال موجهة إليك يعني سيد باتريوس تحدث على أن التحدي ليس في هزيمة داعش في الموصل بل في المرحلة القادمة وهي بعد عملية التحرير ما هي المخاوف برأيك بالنسبة للولايات المتحدة في ماذا تكمن هذه المخاوف سيد الهاشمي يبدو أنك لا تسمعني طيب أعود إليك سيد المسهوي يعني مثل ما تحدثنا باتريوس حينما يتحدث على أن المرحلة ما بعد التحرير هي الأصعب بالنسبة للعراقيين في ماذا تكمن التحدي الإنساني أولا هناك مليون وخمسمائة ألف إنسان يحتاجون إلى الماء والشراب والغذاء والأمن والخيم يعني كلفة هؤلاء إنبقوا لمدة سنة واحدة خارج المناطق التي ليسكنوها سيكلف الميزانية العراقية حوالي 20 مليار دولار هذا ليس هذا الرقم مني ولكن من السيدة ليزا جراندا منسقة البرامج الإغاثية للأمم المتحدة في العراق يعني وهذه الكلفة سوف لن تستطيع الحكومة العراقية ولا حتى التحالف الدولي من تحملها إذن السرعة إعادة النازحين هو التحدي رقم واحد التحدي رقم اثنين الحد من عمليات الانتقام التي ستجري بين عشرة فلان وعشرة فلان عمليات الانتقام بين اليزيديين وآخرين يعني لا ننسى أن منسبة اليزيديين واليزيديات ليسوا ألمان وليسوا فرنسيين ولكنهم عرب من أصحاب القرى المجاورة التي تجاور مناطق اليزيديين هذا التحدي لا يمكن الاستهالين والسؤال الكبير الآن من يحكم المدينة مستقبلا كيف يتم بسط النفوذ هنا عملية هناك محافظ للموصل وتم انتخابه بالإجماع داخل مجلس النواب العراقي عملية الموصل بحد ذاتها تفتخر بعروبتها وهناك حساسية لدى سكان الموصل بأنهم يعني يفتخرون بعروبتهم أكثر من اللازم كون هذه الحساسية أن قربهم من المناطق الكردية يعني قضية من يحكم المدينة أعتقد أن غالبية سكان المدينة هم من العرب ومن يحكم المدينة في النهاية من يختاروه هؤلاء السكان وهناك انتخابات ستحدث يعني عاجلا أم آجلا المكون الكردي سيأخذ حقوقه طبعا لكنه بالنهاية هو يعتبر أقلية في المدينة ذات الغالبية العربية نحن ليس نتحدث عن مركز الموصر ولكن نتحدث عن المناطق التي تحد الموصر نتحدث عن سبيل المثال على مدينة سنجار سنجار تابعة إلى الموصر ولكن قوات السيد البارزاني قد فرضت بعض سيطرتها على المدينة واعتبرتها منطقة تابعة إلى إقليم كردستان بالرغم من وجود أعداد كبيرة من الأقليات اليزيدية الذين قسم منهم يقولون نحن عرب والآخر يقولون هذه النقاط التي ذكرتها ويبدو أن السيد واثق الهاشمي الآن يسمعوني هل تسمعوني يا سيد الهاشمي نعم إذن تحدثنا عن التحديات المستقبلية في فترة ما بعد عملية تحرير الموصل تحدثنا عن المدنيين ومصيرهم إلى غير ذلك ولكن مثل ما تحدثنا كذلك حول مثلا البرزاني دعا إلى يعني دعوة صريحة إلى وجود اتفاق سياسي خاصة لتقاسم الحكم في هذه المدينة هل هذا هو الحل ولماذا لا يذهب الجميع في هذا الإطار يعني الموصل تضم كل المكونات العراقية وبالتأكيد طرح السيد برزاني بعد رسالة التعنيف الأمريكية التي وصلت بعد تصريحاته ما يأخذ بالدم لن يعود إلا بالدم المشكلة أنه الموصل هي الغالبية عربية كما قال أستاذ أمر لكن المشكلة الأخرى نعم تفضل تفضل أنا أسمعك جيدا يبدو أننا لدينا مشكل في الاتصال أعود إليك سيد المنساوي طيب تحدثنا عن المشاكل التي يمكن أن تواجه الموصل بعد عملية التحرير كيف يمكن تفادي هذه المشاكل برأيك خاصة نتحدث عن الصراعات بين الأقليات كذلك بين الأعراق في المدينة وهي النقاط التي تخوفت منها حتى الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد إذا استعانت الحكومة العراقية بدعم سياسي أمريكي وبضغط أمريكي باتجاه الفرقاء الآخرين الذين لا يقبلون التقاسم تقاسم السلطة في المدينة حسب كل حسب وزنه وحسب قوته وحسب قاعدته الشعبية وفق انتخابات ربما ستجري في المستقبل إن لم نخضع لهذا الحل أعتقد أن الحرب القادمة هي مدبلجة يعني هناك حرب ستحدث عاجلاً أم آجلاً عربية كردية ربما يعني أرجو أن لا يحدث هذا ولكن إن لم تحل الخلافات من الآن فإن مسألة داعش وإنهاءها ستفتح باب جهنم على حرب لا تحمد عقباها بين الأخوة بين أخوة السلاح طيب نعود إلى نقطة مهمة وهي قضية يعني البرلمان العراقية اليوم أجل التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع سيد خالد العبيدي ولكن خطر الاستقالة لا زال لحد الآن هل يؤثر ذلك على يعني التحذيرات القائمة خاصة أنه وزير الدفاع على التحذيرات القائمة بخصوص هذه المعركة؟ يعني كل السياسيين العقلاء الذين يفهمون اللعبة السياسية يدركون بأن إن كان لديك حريق في منزلك فليس من الأجدر أن تبدأ بإعمار هذا البيت قبل أن تطفئ الحريق إطفاء الحريق هو القضاء على داعش وإعمار الدار هو بالنظر بالدعاوة في الفساد الكثيرين من السياسيين دعوا إلى عدم سحب الثقة وتأجيل الموضوع وأعتقد أن هذا الرأي صائب يعني نحن في وسط حرب ونتحدث عن إقالة رئيس وزير الدفاع ولكن هذا محاربة الفساد والفساد أنت تعرف أنه مستشري في الله ما طيب هذا الفساد لم يحصل اليوم والبارحة صار له أكثر من شهرين أو شهور كثيرة هل يمكننا أن ننتظر بعض الشهور بعض الأيام إلى أن ننهي هذا الجرثوم الذي جثم على الجسد العراقي ألا وهو داعش ومن ثم نتج إلى الملفات الأقل يبدو أن السيد واثق الهاشمي انضم إلينا لا أدري أن كنت تسمعوني جيدا ولكن أود السؤال إلى أي مدى يمكن للخلافات القائمة الآن في بغداد تحدثنا قبل قليل على أن البرلمان العراقي أجل التصويت على سحب الثقة من السيد العبيدي إلى أي مدى يمكن لهذه الأمور أن تؤثر على التحضيرات الجادة للدخول في هذه المعركة الحاسمة بالنسبة إلى العراق والعراقي بالتأكيد سيكون هناك تأثير لكن أنا أقول أن وزير الدفاع لن ترفع منه الحصانة يعني الخميس أو لن يقال الخميس هناك توافق وهناك صفقة تم الاتفاق عليه وسيؤجل الأمر أو لا يحصل على النصاب لذلك أنا أعتقد المشكلة كبيرة في هذا الموضوع قد نسد مشاكل جديدة في المرحلة المقبلة ما تأثير هذه المشاكل على المعركة المرتقبة والمعركة الفاصلة التي ينتظرها كل العراقيين لحد الآن يبدو أن السيد واثق الهاشمي لا يسمعني للأسف لا ندري ما السبب كان من عندنا ومعند المصدر سألنا على هذه القضية ماذا تقول بالضبط يا ستوزان؟ يعني بالضبط أن مسألة مكافحة الفساد عفوا هي مسألة مهمة في غاية الأهمية وهي جزء كبير من الحرب حتى على داعش لكن عليك أن ترتب أولوياتك عليك أن ترتب أوراقك المهمة المهم يسبق الأكثر أقل أهمية وهكذا أعتقد أن السياسيين العراقيين هناك صفقة سياسية حسب ما أعلم بأن سيد خالد العبيدي وزير الدفاع أعتقد أنه سيبقى على الأقل في منصبه لمدة معينة تفاهمت بين من ومن؟ هناك الكتلة السياسية التي جرجرت سيد العبيدي إلى مجلس النواب العراقي وساقط له الاتهامات وبدأ الحديث بالإعلام والاتهامات أطلقت من جاء به إلى البرلمان كي يستجوبه هو قادر أيضا على إبقائه في منصبه هل الولايات المتحدة الأمريكية الآن واقفة مع العبيدي على الأقل إلى فترة ما بعد تحرير الموصل إلى أي مدى يعني يعني أعتقد أن السفير الأمريكي لا يتدخل بهذه التفاصيل بشكل مباشر أعتقد أنه يعطي بعض النصائح ليس إلا ولكن هذا التدخل المقحم في هذه التفاصيل الصغيرة أعتقد أنه ينأى بنفسه عن هذا الموضوع ولكن هو يحذر إن يقول إن جاء وزير الدفاع وذهب من منصبيه فأعتقد أن ذلك سيؤثر بين فاصلين على حربكم ضد داعش وهو تهديد مبطن جيد الصحفي والمحللة السياسية سيد عامر المساوي شكرا جزيلا لك لحضورك معنا هنا في الاستوديو أشكر كذلك السيد واتق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية للأسف أن كان لدينا عطل أو عطب تقني لم نكن نسمعك جيدا ولم تكن تسمعنا جيدا ولكن مشاهدنا الكرام بهذا نصل إلى نهاية مسائية دي دابليو قدمنا لكم من العاصمة الألمانية برلين شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة